اشتركوا في القناة اجلس الوزراء بشدة العمل التخريبي الارهابي الذي تسبب في الانفجار الذي وقع في احد انابيب النفط التابعة لشركة نفط البحرين بابكو بالقرب من منطقة بوري وبما ترتب عليه من اضرار بالمصالح الحيوية والاقتصادية وممتلكات الافراد والمنشآت وتعريض سلامتهم للخطر وبث الرعب في نفوسهم ووصف المجلس بانه تصعيد ارهابي في اعمال العنف والاساليب الاجرامية ضد المصالح والمنشآت الحيوية وسلامة المواطنين وعدوانا خطيرا يكشف الدورة الذي يلعبه النظام الايراني المسؤول عن العديد من الاعمال التخريبية التي تؤثر على الامن والاستقرار في البحرين والمنطقة ودعم هذا النظام وتوجيهاته المباشرة للعناصر الارهابية في البحرين لتنفيذ مخططاته في زعزعة الامن والاستقرار ضمن ما تقوم به ايران من انتهاكات في المنطقة العربية وتدخل سافر في شأنها الداخلي لتقويض الامن والسلم بها والتي تصاعدت في الفترة الاخيرة من خلال العمل العدواني من قبل ميليشيات الحوثي التابعة لايران في اليمن والمتمثل في اطلاق صاروخ بالسي ايراني الصنع من داخل الاراضي اليمنية باتجاه الرياضة واخيرا تفجير احد انابيب النفط بمملكة البحرين وشدد المجلس بان كل من يثبت تورطه من العناصر الارهابية في هذا الجرم المشين سيجابه بكل حزم وشدة وان يد العدالة ستطال الاثمين فالحكومة لن تالو جهدا في سبيل حفظ الامن وحماية السلامة العامة وهي قادرة على ذلك وفيما استمع المجلس الى اجاز امني من معالي وزير الداخلية بشأن الحادث الارهابي وملابساته والاجراءات الفورية التي اتخذتها الاجهزة المعنية للتعامل معه فقد اثنى المجلس على جهود الاجهزة الامنية والجهات المختصة وتعاون المواطنين والمقيمين ووجه المجلس الشكر والتقدير الى حكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة للتعاون الفوري الذي ابدته الجهات المختصة في التعامل مع الحادث والسهداف امداد النفط بين البلدين في فترة قياسية كما وجه مجلس الوزراء شكره وتقديره لكافة الدول الشقيقة والصديقة والهيئات والمنظمات الاقليمية والدولية على ما ابدته من مواقف داعمة ومساندة لاجراءات مملكة البحرين في الحفاظ على امنها والسقرارها بعد ذلك نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول اعماله واتخذ بشأنها القرارات على النحو التالي اولا وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الى السملاك عدد من العقارات في عدد من المناطق من اجل تخصيصها ضمن مشاريع المنفعة العامة ومنها مشروع سلما باد الاسكاني وتوسعة بعض الشوارع في الدير وجد حفص وذلك اثناء بحث المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وقد تضمن ذلك ايضا الموافقة على السملاك لمشروع متحف اللؤلؤ بالمحرق وتعديل وضعية عقارات بالدير وجد حفص ثانيا تماشيا مع توجهات الحكومة ونهجها في خفض نفقاتها الحكومية ونظرا لانتفاء المبررات لاستمرارها في ظل ما يسخر به القطاع الحكومي من خبرات وكفاءات وطنية فقد قرر مجلس الوزراء الغاء علاوة الاقتراب التي تصرف للموظفين غير البحرينيين بعقود خارجية وكلف المجلس ديوان الخدمة المدنية بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لتسوية أوضاع الموظفين الأجانب الحاليين من خلال عقود شاملة تضمن الحفاظ على استحقاقاتهم ثالثا وافق مجلس الوزراء على مشروع اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل بين حكومة مملكة البحرين وحكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة لجمهورية الصين الشعبية وذلك لتوفير البيئة القانونية والتشريعية والاقتصادية اللازمة لتشجيع تدفق رؤوس الأموال والاستثمارات المشتركة وفوضى المجلس وزير المالية بالتوقيع النهائي عليها بالنيابة عن حكومة مملكة البحرين رابعا بحث مجلس الوزراء عددا من الاقتراحات برغبة وأحال ردود الحكومة بشأنها إلى مجلس النواب باعتبار أن الأهداف التي ترمي إلى تحقيقها مكفولة ومحل اهتمام من عناية الحكومة ومن بينها الاقتراح برغبة الخاص بمواقف متعددة الأدوار للسيارات في بعض المستشفيات وتنظيم ساعات العمل والأطباء في عيادات الأسنان بالمراكز الصحية وخدمات الأشعة الطبية وتسهيل المنافذ إلى الجنبية وأنشاء الشقاق الفندقية العائلية في بعض المناطق وبشأن الاتحاد الرياضي للمعاقين وفي بند التقارير الوزارية أخذ المجلس علما بنتائج مشاركة البحرين في معرض دبي الجوي 2017 كما أخذ المجلس علما بنتائج المشاركة في معرض سوق السفر العالمي والذي أقيم في العاصمة البرينطانية لندن مؤخرا بينما أخذ المجلس علما أيضا بنتائج المشاركة في المنتدى العالمي للشباب الذي عقد في شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية الشقيقة مؤخرا